أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العقيد ماتس توارس وملحق الشؤون البحرية بالسفارة كريس توك تطلع بلادنا إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري بين بلادنا والمملكة المتحدة وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والعسكري وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلي في هذا المجال وأشهد نائب رئيس الجمهورية بمستوى العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ودعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمني وأكد نائب الرئيس الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء في رفع قدرات منسوب الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها في تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب وأطلع نائب الرئيس الملحقين العسكريين على المستقدات الميدانية ومستوى التقدم الذي تحرجه قوات الجيش في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية وأكد سعي الشرعية لاستعدة وابناء الدولة القادرة على تأمين اليمن وإفشال مخططات التخريب والإرهاب ومنع محاولات استهداف الأشقاء ومحاولات تهديد الملاحة الدولية ومن جانبهما أشار الملحقان البريطانيين إلى مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين واستعداد بلادهما لتعزيز ورفع نسبة الدعم الأمني والعسكري ونوها إلى النجاحات والخطوات التي اتخذت في هذا المجال بفعل اهتمام وتوجيهات قيادة البلدين ترجمة نانسي قنقر